شادت حديقة الحرية بمحافظة القاهرة إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين حرصوا على الاحتفال بعيد شم النسيم بين أجواء الطبيعة حالة من الفرح سيطرت على المواطنين خلال احتفالهم بعيد شم النسيم في حديقة الحرية بقصر النيل بالقاهرة حيث حرص الأطفال على استحاب ألعابهم إلى الحديقة وسادت أجواء من المرح والمتع بين المواطنين احتفاءاً بالعيد استاداتنا لشم النسيم بيبقى يوم عن كل الليام طبعاً بنفتح الجينة من 7 صبح إلى 12 مساء طبعاً بتمتاز الحديقة أن الحديقة مساحاتها الخضراء السبع عفدنا كمان قريباً محطة المترو الأبرة طبعاً البرج محطة التوبسات من جميع المحافظات بتيجاً بتوافد علينا الجمهور يحتفل المصريون بأعياد الربيع حيث توفدوا على الحضائق والمتنزهات بمختلف محافظات الجمهورية للاحتفال بين أحضان الطبيعة الخلابة في الحضائق والذين أعربوا عن فرحتهم وسعادتهم بشم النسيم نحن النهار دي أنا في جنيه طبعاً الحرية اللي هي تبع تبع يعني آخر كبر قصر النيل طبعاً حديقة ممتازة جداً وإحنا عريبين أنا ساكن في فيصل فهي عريبة لي فدائماً بننجيها يعني حتى بدون مناسبات يعني نحن الحديقة دي جميلة نحن بنجيها على طول نحن أصلاً من رد الفرج من شبرة فعلى طول بنجي فيها وهي أصلاً مميزة أو عندنا من زمان لها زكريات فيها ونحن عايز صغيرها كل سنة طيبين إحنا مغلفين كل سنة نيجي هنا والأولاد أختي وولادنا وكلنا وبنقضي اليوم زي الفل إحنا متعودين على جنيه الحرية دي من طفولتنا فدايماً كل سنة نيجيها وبعدين إحنا دلوقتي بقالينا أحفاد بنجيبهم ونفسحهم نلعى الحاجة جميلة وكل سنة بنيجي هنا وبنجي بعياننا معانا بيلعبوا وبنقضي اليوم جميل هنا وبنقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وقبل كل سنة يا رب كل سنة طيبين مناسبة شم النسيم وهو داعيد وطني لكل المصريين وكل عام وانتم بخير تعد حديقة الحرية التي تقع في حي الزمالك فصحة مميزة في شم النسيم نسبة إلى ثمن التذكرة وتحتوي على عدد كبير من التماثيل لأبرز الشخصيات المؤثرة في مصر والعالم أحمد الحسيني التلفزيون المصري